السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ورحمة الله وبركاته وبركاته. في حالة من الارضة هنتكلم على آآ زي ما فيه ناس كتير ساءلت في آآ بديل وبعدها وبوبوين اتأخر علينا بشكل كبير جدا في الفترة اللي فاتت عن انه يبدأ في التحديث بتاعه ولو مش فهم الموضوع ده فانت ممكن تضرب على الايل فيه دي هيبدأ ما يفتح معاك فيديو وبوبوين والفيديو اللي بنشرح فيه المشكلة بتاعت وبوبوين وايه فايدة موقع وبوبوين مش هكلك كامل فلو عايز تفهم الموضوع فانت ممكن تضغط على الاي دي وترجع للفيديو ده بعد كده ترجع للفيديو اللي انت فرق عليه ده ترجع له مرة تانية عشان تشوف او تكمل الفيديو ده مرة تانية. بعد ما شرحنا شركة وبوبوين وحصلت المشكلة اللي حصلت دي وان المفرود يتحدث من فابلتنا آآ مشاكل كثير في ان ده هيتاخر عنها جدا وموقع مش هينفع نشتغل عليه وعايزين نشتغل على موقع تاني. فانا جبت لك النهاردة موقع بيشتغل بنفس طريقة وبوبوين وبنفس الكلام بتاع بوبوين والسبق بتاعه كويس جدا ولكنه بيبان ساعات انه اقل من بوبوين ولكن في ساعات تانية ممكن يبقى اعلم بكتير ويعادل اتنين دولار وتلات دولار كمان. ولكن آآ المشكلة في انه لما بيبعت زوار بيبعت زوار من بلاد مختلفة. فانت بتعوش زوار دول جايين من اين. تعبش ده جاي من امريكا ده جاي من اي بلد بقى في اوروبا تعبش ده جاي من مصر ده جاي من اين ده جاي من اين تتعرفش هو جاي من اين. عشان كس بيعمل كل ساعات بيبقى ضعيف وساعات بيبقى قوي. فانا جبت لك النهاردة موقع هيفضل اشتغل معك بشكل كويس جدا موقع قديم موقع تمام موقع ازباد ده فاي بتاعته كتيرة. موقع يعني الصراحة. رحيب انت طبعا ما ساحبتش منه لسه ولكن انا بقول لك على الاستراتيجية مباشرة وما تخافش يعني اتراك تنجع معاك تراك تسحب منها وتلاقش يعني الناس كلها حتى اللي هتشوف الاستراتيجية هتعرف انها تشتغل ما تلاقش. زي الناس اللي ساحبتها بيجاب بوب وين انا يعني من الناس اللي كتساحب من بوب وين وفي ناس كتير ساحبت من بوب وين فالموقع ممتاز جدا وزي ما ساحبنا اردو بموقع بوب ستايت وبالي تحصل مشاكل في بوب ستايت وغيرنا موقع اختصر رابط ورجعنا وساحبنا موقع بوب ستايت بعد كم موقع قلب ووقع مصراب فعادي جدا يا شباب بتحصل في اي موقع لكن الموقع ده ان شاء الله يشتعل معاكم ان شاء الله يبقى تمام معاكم. والموقع اسمه اد كاش. اد كاش هو من افضل مواقع للبوب اندر وافضل مواقع لل وده اللي نستخدمه النهاردة. طيب. اه في البداية كده احنا هنبدأ في تسطيب من الاول خالص. تمام? هنبدأ في تسطيب من الاول خالص حلو? يعني هنبدأ في تسطيب زي ما انت شايف هنعمل ويبدأ هو يتسطب مع راسته. هاي ده هو يعمل لحد ما احنا نبدأ في التسجيل هنا في الشركة. تكتب هنا الايميل بتاعك وهنا الباسورد وهنا تعييد الباسورد وهنا تقول له وبابلشر ويتبدأ بقى في التسجيل تكمل باية تسجيلة. هنا ويبسايت هنا هتعملها هتسيبها زي ما هي. وهنا هتخط الويبسايت بتاعك تمام. الويبسايت لازم يكون دوت كوم دوت نت او دوت تي كي او دوت ام ايل او اي حاجة مش مدفوعة. هممكن تجيب اي دومين من على فريل نوم عادي جدا وتضيفه عادي جدا. هينفع معك. ولكن يعني الافضل انه يكون مش بلاك زبوت او وورد بريس لانه مش هيتقبل. هنا هتحط اللي هو فردي. وهنا هتسيب اللغة انجلش. وهنا هتكتب اي ادرس وهنا اسمك وهنا الاسم التاني وهنا تحط البلد. وبعض الحاجات الكتير يعني هتش تكتب حاجات عمارة هنا هتحط المدينة. هنا هتحط البوست الكود. الكود بالرمز البليد يعني هنا هتحط العملة انا هتحطها ولكنها برضو هتبقى جوة لا يورو يعني فمش فرقة. تمام هنا هتحط الرقم هنا هتكتب قصد هنا الرقم. طيب اه هنا هتكتب الرقم. هنا اه هتسيب دي فاضية. يعني هو اطلب مش هيطلو منك تكتب حاجة. هتقول له وتكتب تضغط على تعمل تعمل وهيتم معك التسجيل وبعد كده تعمل اكتبات الاكاونت وهيقعد معك مسلا فترة من تلات اربع ساعات لحد ما يقبل الموقع بتاعك لكن عايز تضمن الموقع لازم يكون الموقع بتاعك دوت تي كي حتى لما فيس دوار ولكن الموقع لازم يكون دوت تي كي. طيب. تمام. اه معرفش هو ممكن يقبل اي موقع مرتين ولا حاجة. انا مش عارف هو ممكن يقبل موقع مرتين ولا لا. ولكن اه ممكن تتجرب يعني. انا حاملها عالطول عشان نبدأ في الدخول عالطول ببشرة. بعتزر على الصوت لانا لسه صحي من شوية. اه انا فان يومي مقلوب بصحة بالليل وبنام الصوت. هنخش هنا على استاتيكس. انا عملت مبارح الكوانتين بس في الكسا. يعني عملت الكوانتين بس في الكسا. جابولي الستة. زي ما انت شايف. لو جبنا اا مبارح عايز اجيب wenبارح. ظا ما انت شايف يا زاهرت. زاهرت معانا ايه? زي ما انت شايف يا زاهرة ولكن هم كانوا خمسمية. مش عارف كتب ربو المشن على تتساعين ليه ولكن هم اخاجي لكمسمية المهم. المهم اا هنا اجابوا لي ستة. وزي ما ان شايف ط creeف انا وعاكم لا يقبل طوار. طواما طوام 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 ط امثلتهم من الالكس تيرفينج كان من ايبهات الاسب ام بتاعهم كان ضعيف تمام للعلم امريكا هنا اسب ام بتاعها ضعيف جدا ضعيف جدا ومعظم الدول الاوروبية ضعيف يعني في دول معينة بس هيال عالية فعشان كده انك تجيب اسب ام عالي مش هيبقى سهل لكن هيجي معاك متلاقش يعني فجأة مثلا اسب ام ممكن يعلق معاك على خمسين مثلا على نص يورو فده هيبقى ممتاز معاك تمام لا يعني لو جات معاك ده هيبقى ممتاز تمام . عين الموقع ده ان شاء الله ماشتي به المعاك يعني المشكله في الموقع ده حاجة واحده بس ان هاألنا نتلغي السحب في الموقع ده هو ميتو يورو يعني عاش شغل جامد اوين عشان تبدأ اشتغل في الموقع ده بشكل كبير تمام؟ الموقع ده دي طريقه يعني اللي انا اشرحه الده هths طريقه او واحدة بس انك تقليب ارباح في الموقع لكن انك تضعه في الارباح ده لسه هن يشرحه بعدين باذن hoy بقى فيه جزء ثاني اوي ثالت في الموقع ده ونبدأ نضع في الارباح بتاعتنا في الموقع لكن اللي هشرح النهاردة بس هو عبارة عن عشرح الموقع و عشرح الشغل في الموقع وطريقة ان ازاي تبدأ في الشغل في الموقع ده طيب هنبدأ عطوم بشارتان هتخوش هنا على السايت عشين تبدأ تضيف السايت بتاعك لحد ما هنعمل اعدادات هنا هنقول له next و next ممكن نضغط x هنا ونقلط الموضوع تمام زي ما انت شايف هنضغط هنا على طول الناس اللي متعرفش انها ازاي تعمل الروت انها ازاي تكمل في الموقع ده او في nox player هنا هتلاقي root startup هتعمل لها enable وتسيب دي كلها هتعمل advanced دي هتعملها low هتسيب دي كلها وتعملها دي mobile phone هتدعم اتضغط على الصغيرة دي هاسنه يجيب لك اقل resolution تمام وهتنزل تحت كده في اي حاجة انا ممكن نعملها هانا طبعا تختار الموديل لها الجهاز واسم الجهاز اللي انت عايزه وهنا بتسيب كل حاجة بتسيب كل حاجة تمام تعمل save هيقول لك camira start اقول له راستر ياسيدي براحتك طيب تمام هنا هتضيف الموقع بتاعك هتضغط add website على طول هيا بتضيف الموقع بتاعك هم بتصمت website وبغشرة هيشتغل معك على طول ما تقلقش من اي حاجة لكن اذا مطلق بيقض من 3 الى 4 ساعات من 3 الى 4 ساعات كلها لحد ما هيتقبل طيب تمام اه نرجع تشوف كده الموقع بتاعي موقع بتنعليش مرة تانية نرجع بس ليلة الموقع بتاعي ضد tk وبيتقبل عادي لكن عند صوار في الموقع يعني مش قليلين ولكن الموقع بيتقبل طيب تمام هنجيب هنا zones اه هنا طبعا دي اللي هي الحاجات اللي اعملت اللي عندك زي ما تشايف هنا في site under في هنا enter state هل كنت بجرب في ال enter state اللي دي ممكن نمسحها ان كنت بجرب فيها تمام لكن ال site under دي هي اللي احنا هنعملها هتكتب هتضغط هنا add new zone مباشرة هيبدأ افتح معك الصفحة دي هتضغط هنا هتختار ال website بتاعك طيب تمام هنا تختار تمام هنا بيزدهر معك البوب اندر لايه بيزدهر معي البوب اندر المراتي بسبب ان انا اخترته قبل كده هو البوب اندر ببقى واحد بس تمام بتختاره مرة واحدة بس زي ما انت هتختار اي اعلان مسلا وبتضغط على create new zone وهيديك الرابط مباشرة لازم رابط البوب اندر بتاعك يبقى زي الرابط اللي هبرهولك دلوقتي رابط البوب اندر يبقى زي الرابط اللي مفروض راح فان تمام هو الرابط ده ده رابط البوب اندر بتاعك هيبقى شكله كده هيقولك http والhtps اللي اتنين مش هيفروع عن بعض تمام بتتغضي او دي وتجابها كده ما يتغش على switch to javascript tag دي عشان لو عايز تحطها في الموقع لكن مش لازمة فانت هتاخد ده كده copy وتبدأ تبتح النوتباد وتحطه هنا paste وتسيبه تمام على طول تخش على private link تاخد ده كده copy ويتقوله paste في الموقع باس انه يخفي مصدر ازيارة بشارة ويتقوله تاخد ده كوبي بس كده احنا ده جاهز معنا والتاني جاهز معنا طيب هنعمل ايه هنعمل هنا اهو add هنقوله add عشان نبدأ نسجل او بنبدأ نحط الحاجات بتاعتنا هنقوله هنا ده وده طيب ده الواحده اول بعد ايه نرجع على طول دونتش هو اجهين ونرجع ونضيف التانيين طيب تمام ورجع هتريكم مرة تانية بعد ما خلصنا كل ده اول حاجة هتعملها بعد التسطيب الاتنين دول هتفتح جوجل بلاي وتحط اكاونت الجوجل بلاي بتاعك وتبدأ تسجل في جوجل بلاي عادي جدا تمام هنا هتضغط هنا تمام طب لي بنجيب عشان نجيب about tablet ثم هتضغط هنا ضغطه كتير كده لحد ما يفتح لك وضع المطور هتلاقيه زهر لك ثانية واحده نرجع ليه زهر لك هنا نعليش مرة تانية سوى في بس حاجة بسيطة تمام هتضغط على default options تنزل تحت خالص هتلاقي دي هتعملها off تمام ودي هتعملها off ودي هتعملها off تمام موضوع كده انتهى بالنسبه لسرعة التابلت او سرعة اللي هو نوكس بلير هتلاقيه كويس جدا معك تمام ولكن بس في بعض التهنيج البسيط اللي معايا في الوقت الحالي طيب تمام اول حاجة هتعملها انته هتفتح repeat touch مشكله كبيره قابلت ناس كتير repeat touch مش شغال repeat touch مش عارف ايه اول حاجة هتعملها لو في اي مشكله عندك تعمل اب info ثم تعمل clear data ترجم مرة ثانية تمام انتهى عملت الroot خلاص تضغط هنا repeat touch تقول له accept هننتظر حدا ما يطلب منك سلاحيات الroot تمام هتضغط remember choice forever تمام remember choice forever ثم allow بس مش هطلب منك اي حاجة تانية وانات كلها اللي عندها مش هكيل في حتة دي يعني كده تحلت مية في المية حتى انا ما يكونش فيها اي مشاكل للناس في الحركة دي هنضغط accept انتهت كده خلاص هيبدأ اياه منعك start and push تمام نضغط start طيب تمام اا ده يا جماعة انا فكرة ان انا شرحت خطوة repeat touch دي بحيس ان الناس اللي هتستخدموا في حاجات تانية اما في الشرح بتاني النهاردة مش هنستخدم repeat touch اساسا تمام انا بس شرحته بس دلوقتي شرحت الشغل عليه وازاي نعمله عشان الناس التانية وبحيس ان انا كنت عامل ويندوز فانا قلت عاملها معاكم يعني بالمرة هنفتح بافي من على طول هنقول له next 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 وموبايل سايت وينستنى ثواني بالزبط انتهت وينفتح هنا ونقول له لا مش هنقول له paste لا هنرجع على طول معلش وهنقول له هنا Alexa server تمام انت شايفين نفتح معاك الصباح دي بمباشرة هنضغط على جيت started تزهر قدامك حالا لحزات ممكن بس في بعض الحاجات في الموقع زي من شايف كانت ظهرت انضغط على جيت started هيفتح معاك من باشرة هتقول له هنا ايميل هتكتب اي ايميل تمام هنا الباسورد هتحط اي باسورد لكن طبعا تكون عارف عشان تكتبه تانيه هنا تمام طيب هتقول له هيتطلب منك الحاجات اللي بتيجي دي هنقول له ماشي وزي ما انت شايفين ما خليتش مني وقت كبير هنضغط على sign up مباشرة 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 وهنضغط على my website مرة تانية بدون اي تهنيج اهو هنفتح كده عشان ناخد بالنا من المكتوب add new website من غير اي حاجة هتغط على example d هيبدأ يقرب معك هو الواحده هتضيف السيطة بعد كده هتقول له عشرين ثانية ليه عشرين ثانية ان هو هيفتح معك مباشرة وسريع هتقول له صبت وانت انت لو تفتكروا طبعا دي مشكلة طبعا قابلت كتير من الناس هنبدأ نحلها مع بعض ازاي هنضغط هنا هتقول لي طب او ده بيبين المصدر هقول لك هيبين المصدر ازاي وانت جايب المصدر من فانت عمره ما تبين اي مصادر انت ممكن تعملها عن طريق اي حاجة لكن او ده بيبين المصدر ممكن ينفعنا بالحتة دي هنقول له shrink url وهنقول له هم نوت ريبوت جات معنا على طول تمام هناخده ونرجع على طول للموقع هنقول له واخد يا سي دي الويبسايت بتاعنا هو مرة ثانية هنبقول لك على كل المشاكل اللي هتقابلك يعني انا عارف ناتيجة على فكرة انا بقول لك كل المشاكل اللي هتقابلك هقول له نعيشتين ثانية هقول له صمت اللي بقي المشاكل بتقابلني والله عظيم بقول لكم عليها كلها عشان محدش يجي في كومنتات ويقول لي ان في مشكلة قابلتني كزا وكزا وكزا هل كده جات ولا لسه غالبا لسه ثانية واحدة تمام هنقول له هنا صمت تمام تمام وافق معي اوه كده تمام كان عندنا صفر النهاردة هنبدأ نشوف هيبقى كان بعد كده طيب هنعمل لوحد كمان مباشرة يعني بما انه كان سريع هنقول له هنا بفن وابدأ اعمل معنا كل اللي للداتا نرجع مرة تانية اللي بفن حبل حسنًا حسنًا بعد حسنًا حسنًا اشتركوا في القناة 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 اكتر كمان. تمام. اه طرق الدفع في اه اللي هو اد كاش طرق الدفع هي بايونير باي بال و ويب ماني وحاجات كتير. فيعني هتريحك ان شاء الله في طرق الدفع. ان شاء الله تلاقي الدفع بتاعها اسفل الفيديو. كان معك مصطفى من قناة مستر بونتك. اه احنا قربنا ان شاء الله نوصل لالفين مشترك. لاستنى تقريبا بيتين وخمسين مشترك او تلتون ميت مشترك عشان نوصل لالفين مشترك. فانت لقوه امر تشوف حلقات مستر بونتك. اتمنى ان تقلط على سبسكرايب لقناة وتنساش تعمل شير للفيديو. كان معك مصطفى من قناة مستر بونتك مرة تانية. شكرا شوفت الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.